أخبار غريبة وسريعة الأخبار المهاردة مشتعلة أخبار غريبة جدا أخبار لن تخطر على بالك من جميعا حي العالم أخبار يا سلام غريبة وعجيبة ورهيبة ومش ممكن مش معجول كل ما في الحدود يا ابن عم إن أنا عايزك تصلي على الحبيب صلي على الحبيب عشان تعرف الأخبار دياته وتشيرها فورا ومن غير ما تتفرج في نشرات الأخبار وتشوف وتلف وتدور والكلام ده كله يجيب لك جميع الأخبار اللي في العالم في دقائق معدودة صلي على الحبيب ويلا بينا الخبر الأول عندنا من المغرب المغرب يفكك خلية إرهابية في طنجة وبني ملال والضر البيضاء وإنزكان الخلية دي مكونة من أربع أفراد الأربع أفراد دولة كانوا بيلموا العيال يغرروا بيهم ويجندوهم ويودوهم لتنظيم داعش في المنطقة السحلية في الصحراء فجفشوهم وظبطوهم وفتشوا البيت بتاعهم فليجوا عندهم شوية فلوس جرمومة يسموها الجرمومة شوية فلوس ويجيوا عندهم بندجة ويجيوا عندهم أسلحة بيضاء ويجيوا عندهم معدات كمبيوتر فمسكوهم وحولوهم للقضاء وده يندلك على شيء إنما يدلك على يقظة الأمن المغربي اللي هو تحس إنه عارف كل حاجة على رأي عاد الإمام مشدت الحكومة مشدت اللي عارفين كل حاجة وانه عارف اسمه أكتر من حكومة ومن هنا نوجه تحية إلى الأمن المغربي وقالف ألف مبروك وربنا يتأمن بخير اللي بعده الإنترنت يا جماعة هيتجطح في العالم كله في العالم كامل يعني هذه النبوة أصبحت حقيقة تقريبا إزاي القصة دي جالك الحسيين في المرحلة الجلي جاية سوف يستهدفوا كبلات الإنترنت اللي بتعدي في البحر الأحمر اليمن بجا يا جماعة اللي محدش يعرفوا إن كبلات الإنترنت اللي بتربط القرات الخمسة كاملة بتعدي من اليمن بتعدي من عند اليمن من البحر الأحمر فالحسيين بيدرسوا الموضوع ده يعني لو هب لو هب الحسيين تلحسوا في دماغهم ورحوا جطعين الكبلات لأنهم يعني يقدر يوصل للكبلات دي لأن الكبلات دي بتعدي في البحر الأحمر تحت المية فلو جطعوا الكبلات دي يبقى فيه كارثة محققة حصلت في العالم كله تخيل أنت الإنترنت تتجطع في العالم لا تقدر تعمل جهي لا تقدر تطلع فلوسك ولا تقدر تروح شغلك ولا تعرف كل شيء دي الوقت مربوط على الإنترنت فهل ممكن الحسيين يعملوا كده ويقطعوا الإنترنت ما معرفش كل شيء دي الوقت شوف كل شيء في هذا الكوكب وارد لأن احنا كل يوم بنصح على خبر أغرب من الثاني وبالتالي كل شيء وارد فاكتبوا لنا رأيكم هل ممكن ده يحصل ولا لا وألف ألف مبروك وربنا يتمن بخير بنود باريس ده الخبر اللي احتل لجميع منصات التواصل الاجتماعي وجميع شبكات الأخبار العالمية بنود باريس اتفاقية باريس ايه اللي حصل يا معلم جهة الرأي بتاع المخابرات المركزية الأمريكية ويليام بيرينز راح باريس وراح متجابل مع المخابرات المصرية مخابرات القطرية مخابرات الإسرائيلية وجاعد وجاعدة حلوة كده وكوب بيتين شاو بتاعه قال لك يا جماعة احنا عايزين نعمل ايه نعمل بنود للاتفاقية هي عملت ليه هم عايزين يوجفوا الحرب اللي في الشرق الأوسط اللي هي في إسرائيل فقال لك احنا عايزين نعمل البنود دياتي وعايزين نخلص الموضوع ده ويليام بيرينز شخصيا رئيس CIA هو اللي اجتمع بمصر وقطر وإسرائيل وقال لهم احنا لازم ايه نخلص القصة دي فوصلوا لاتفاقية جزئية الاتفاقية الجزئية دياتي هيوجفوا فيها الحرب لمدة شهر ونصف وممكن يدخل فيها شهر رمضان هدي واحدة طيب ايه تاني هيحصل فيها جلّك يا سيدي الافراج عن الاصرة او المحتجزين اللي عند المقاومة هيفرجوا عنهم عن 35 الى 41 ال35 الى 41 دولة من زاوي الحالات الحارجة يعني من النساء من الاطفال من الكبار في السن من المصابين بالامراض المزمنة فالمفروض ان المقاومة هتفرج عنهم طيب ده مقابل ايه مقابل اني يفرجوا من الناحية التانية اللي هي الكيان يفرج مقابل كل واحد الكيان هيفرج عن مية يعني اذا اذا افرجوا عن 40 اضرب 40 في 100 بكام 40 في 100 بربح تلاف 40 في 100 بربح تلاف وممكن توصل حسب الاتفاقية ان الواحد يكون جساده 250 250 من الاسرة الفلسطينيين اللي موجودين في سجون ايه في سجون الكيان دي نص الاتفاقية اللي هي ايه مستنين رد من المقاومة لذلك اسماعيل هنية هيتطير هيروح مصر عشان يجاب العباس كامل رئيس المخابرات ويجاب المصريين ويشوفوا يدوهم رد حاسم على هذا الموضوع يعني نتمنى 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 ان نتجف هذه يعني هذه المأساة الانسانية يا رب العالمين نتمنى من الله اللي بعده نفس السياق ان وزير الدفاع الاسرائيلي يوقف يوقف غلانت غلانت جلك احنا بعد الحرب سوف نحكم القطاع عسكريا يعني يعني دي مفاش كلام الخبر الخبر اللي بعده ان قوات الدفاع الروسية النهاردة اسقطت ستة وتمانين مسيرة اوكرانية تخيل واتناشر صاروخ دي اعلنوا عليها النهاردة يعني في غضون اربع وعشرين ساعة فقط فده يعني انه هم يعني في حالة يقزوا بتاعه وكلام من ده وقال فالف انظروك رب نيتم من بخير اللي بعده في خبر غريب جدا وعجيب جدا يعني مجنن الناس كلها اللي هو خبر بتاع المنسف العراقي ايه الحكاية بتاعت المنسف العراقي دياتي والمنسف الأردني دي اكلة اكلة من لحم الضأن والفتة والبتاع والكلام من ده كله المهم دي موجودة فين في هذه المناطق في الأردن والمناطق الحدودية ما بين الأردن وما بين العراق وما بين بلاد الشام كده الأكلة دي المعلم اتسببت في خسارة العراق وتسببت في اشتعال جميع منصات التواصل الاجتماعي اللي حصل انه واحد ايمن حسين كان لعب المنتخب العراقي ولعب المنتخب الأردني البارح لعبين في كاس آسيا اللي هيكسب منهم هيتأهل تمام واحد اسمه ايمن حسين ايمن حسين ده جاب هدف سجل هدف في لعب المنتخب العراقي سجل هدف في المنتخب الأردني فجامعا من ايمن حسين رحم احتفل احتفال اسمه على طريقة المنسف فجأة لجينا حاجة غريبة جدا ما شوفنا هاش في اي كرة في العالم ان الحكم طرده طلع له هو كان عنده كارتة أصفر الحكم اداله كارتة أصفر تاني ثم كارتة أحمر تاني وطرده كل صحف العالم تقول لك احنا عمرنا ما شوف ده لاعب بيتطرد بسبب طريقة الاحتفال بتاعته ما هو حر يحتفل زي ما هو عايز دي فيه لاعبين بتجلع الفلنة وبتاخد انذار مقابل ذلك ناتج عن ذلك ايه ان لما اطرد اللاعب بيجي العراق بيلعب عاشرة بس العراق بيلعب ناجس فالأردن ضغط فجاب سجل في اللحظات الأخيرة وبالتالي الأردن هو اللي فاز وهو يعني نقدر نقول فضيحة فضيحة حكمية فضيحة كروية الحكم دواتي من ايران فانا عايز رأيك يا جماعة هل الحكم دوياتي يعني كان بعق مثلا ولا اصلا كان عايز يأكل المنسف عند ايمن حسين وايمن حسين مرضيش يعزموا على المنسف والاردنين عزموا على المنسف احنا مش عارفين القصة دي هل العراق اتعرض لظلم تحكيمي لان العراق فريق قوي جدا وهو حمل لقب سنة 2007 هل ده العراق تظلم في هذه النقطة والحكم تسبب في ان العراق يقصى انا عايزكم تكتبو له رأيك في التعليقات لان رأيكو مهم جدا وفي هذا السياق برضو فيه سياق الكورة هنيجي ليه الكاز بتاعتنا كاز افريقي الدنيا يعني مفاجآت غريبة جدا طبعا اللي حصل باريح فوز الرأس الاخضر على موروتانيا ده مش مفاجأة ده مش مفاجأة خالص يعني احنا كل الناس كانت متوقع ان الرأس الاخضر هيفوز على موروتانيا ولكن الاشكالية فين او الجاميل فين اللي عجبنا ان موروتانيا لعبة كورة موروتانيا لعبة كورة مفتوحة وتيكي تاكا وما جفلوش الملعب والهدف اللي جه بتاع الرأس الاخضر ده جه من خطأ دفاعي يعني الواد بتاع موروتانيا بدل من رجحها الحارس ضربها بدماغه وصلت للعبة عن الرأس الاخضر جابها يقول في اخر الدجايق يعني خطأ خطأ دفاعي مش مش يعني كان المطش كنا عندنا امل كبير جدا ان موروتانيا تفوس وبالتالي انا عايز احيي المنتخب بتاع موروتانيا كنت رجالة وجفت وكفت رجالة ولعبت لعب رجالة ورفعت رأس موروتانيا بغض النظر عن النتيجة انا يا جماعة ما يهمنيش تخسر انا يهمني تلعب يهمني تعمل الواجب اللي عليه بيجي باجة الكود ديفوار و كود ديفوار مبارح يا خبرة بيضة جماعة مع السنغل مش معجونة مع يعني المفروض الكود ديفوار يعملوا تمثال لحكيم زياش لزياش لان هو اللي اهلهم يعملوا يعني المغرب ديعملوا لها كده كل يوم يصحوا الصبح كده يصبحوا على المغرب كل يوم كده يعني الصباح بتاعهم بتاع الكود ديفوار يكون ايه صباح المغرب النهار يعني هي من صباح النور صباح الفل صباح الور صباح الياسم لا في الكود ديفوار مفروض ايه يقول لك صباح المغرب صباح مسائل المغرب كده مفروض يعني لأن المغرب هي لأهلتهم فالكودفور فازت على السنغال حامل اللقب بمعجزة جفلوا المطش ومطش كان رهيب جدا ولكن في الآخر لعبوا ضربات جزاء واللعب بتاع عمل زي ابو جبل بتاع نحن رحشاتها في العرضة والكودفور اهلت للمربع الزهبي يا سلام يا سلام على الحزوز والمزوز إلهي ربنا يعطينا حظ الكودفور والله العظيم ده ألف ألف مبروك طبعا وربنا يتم ممخر ليه لحسين عموتة بجاء خلينا في المغرب حسين عموتة عمل حاجة غريبة جدا حسين عموتة مدرب المنتخب الأردني في واحد في الأردن اسمه لاعب أردني هو هداف المنتخب الأردني اسمه اسمه حمزة الدردور حمزة الدردور ده هو يعني هو الهداف بتاع الأردن وجايب خمسة وتلاتين هدف مع المنتخب وجايب اربعة في كاس آسيا حسين عموتة رحشاله خالص المدرب المغرب قال له انت مش هتلعب معنا ومش هتحضر مش عارف ايه النهار ده امبارك شالو جالك بسبب الضوابط والتعليمات يعني فيه حية غلط حصلت كده فاصبح الهداف بتاع الأردن مش هيلعب في الدورة اللي جاية احنا ما نعرفش التفاصيل بتاع المشكلة ديتي وايه الضوابط ديتي احنا ما نعرفش لكن احنا هنقول ألف ألف مبروك ورب اللي يتمن بخير نيجي باجا للخبر الأخير الخبر ده يا جماعة يا خبر الخبر ده يا خبر ربي فعلا الراجل إيلون ماسك نجحوا النهار ده ان هما يزرعوا شريحة في الدماغ جالك حصلت اول زرع لشريحة في الدماغ النهار ده اللي كنا طبعا خايفين منه والعالم كله يقول لك مستحيل يفتحوا الدماغ ويدخلوا فيها شريحة والكلام ده كله جربوها في الاول على الجرود وبعدين عملوا الشريحة دخلوها في الدماغ واحد النهار ده ونجحت العملية طب ايه شريحة دي ياتي ولازمتها ايه هتعملوا الكلام ده كله جالك يا سيدي الشريحة دي هي اللي هتحمي الدماغ من اي تلف لان هو الانسان اي حقيقة تشوفه القلب ممكن يتوجه في عشر دجائق والانسان يعيش عادي الدماغ لو توجه في تثانية المخ لو توجه في تثانية واحدة بس الانسان يموت يعني اللعبة كلها فيه في الجمجو مديياتي في عدة البتاعة ديات اللي هي موجودة هنا في الدماغ دياتي اللي عم نزل البصل فجالك دي هتشريحة دي هتحمي الدماغ من اي تلف وكمان لو حد عنده شلل تصور حد عنده شلل الشريحة دياتي هتعطي اوامر للكهاز العصري بانه هو يرسل اشارات بان الاطراف المشلولة تتحرك تخيل يعني دي صورة علمية رهيبة جدا واللي عملتها الشركة بتاعة إيلون ماسك يعني حاجة غريبة عجيبة جدا عايزك تكتب لنا رأيك في التعليقات هل الكلام ده ممكن هل فعلا ممكن تنجح العملية دياتي ما نعرفش المهم كتبنا رأيك في تعليقاته السنونة في اخبار قادمة كلها اثارة ومتعة وتشويق وشكرا